بسم الله الرحمن الرحيم جرت العادة أننا في كل حلقة نتكلم عن امرأة من القوارير يعني من نساء المؤمنين وذكرنا مرارا أيضا سبب تسميتنا للبرنامج بالقوارير أظنكم حفظتوه من كثير ما نذكره ولا يا سلطان عاطنا ليش سمينا بالقوارير أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسافرون ومعه ركب من نساء رجال وكان النساء في هوادج على الإبل وقل الإبل في هوادج أساس أن تسترى النساء وكلا كان في حادي اللي هو المنشد اللي هو شسمه يا شباب أنجشة فيحدو يعني أحسنت ينشد الشعر بصوت جميل حتى الإبل تمشي رفع صوته فأخذ التميل لهذا الهوادج وخاف الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له رويدك يا رفقا بالقوارير قال رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير فسمى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء النساء سماهن قوارير يعني لأن غالبا يعني ربما أودنا التساخ يتضح عليها أحسنت رقيقة وشفافة أيضا مثل ما ذكرت المقصود أننا في كل مرة نذكر امرأة من النساء ثم نأخذ من سيرتها شيء من الفوائد اليوم لن أتكلم عن امرأة معينة حقيقة لكني سأتكلم عن العثاف النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر آخر الزمان ذكر عددا من أشراط الساعة ذكر مثلا أنهم يكثروا النساء وتقلوا الرجال تكثروا الأسواق يتقارب الزمان إلى آخره ذكر أشراط صغرى وأشراط كبرى من ضمن الأشراط الصغرى التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تظهر في آخر الزمان قال صلى الله عليه وسلم ويفشوا فيهم الزنا طبعا الزنا بأنواع الله يجيرنا وإياكم أول شيء زنا النظر بالنظر الحرام إلى أشياء متعددة وأصبح الآن هذا النظر منتشرا وربما أصبح سهلا أيضا أن أي إنسان يستطيع أن ينظر منها زنا النظر ومنها زنا السمع مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واللسان يزني وزناه الكلام والرجل تزني وزناها المشي واليد تزني وزناها اللمس ثم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يعني قد يكون الإنسان أحيانا زنى بعينه ثم ربما زنى برجله ذهب إلى مكان فعل الفاحشة ثم لمس بيده ثم الفرج بعد ذلك يكمل الموضوع يقع في الفاحشة الحقيقية قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه إما بعد ذلك يقع في الفاحشة التامة أو أنه يبتعد عنها لذلك لو تأملت اليوم وجدت في الحقيقة أن ربما قبل فترة كان الإنسان لما يريد أن ينظر إلى محرم يعني الصور المحرمة أو الأفلام أو نحو ذلك كان الأمر بعيدا حتى إذا تقارب الزمان وكثرت الفتن أصبح الإنسان كل هذا موجودا أمامه حتى يحدثني أحد الزملاء أحد المشايخ حقيقة ومهتم بأولاده وتربيتهم وأولاده يدرسون في تحفيظ القرآن يعني يدرسون الصبح في تحفيظ القرآن في المدارس الرسمية والعصر في المسجد يدرسون يعني ضابط وضعه يقول لي يقول مرة من المرات أنا أسمع لولدي في خامس ابتدائي أظن ولده كان عمره عشر سنوات أو 11 سنة يقول كنت أسمع له سورة النور يقول فلما بدأ يسمع الزانية والزاني فجلده كله طفل صغير يقول فقلت له وقف يا فلان قال نعم قلت إيش معنى الزانية والزاني يقول فأنا توقعته يقول ما أدري طفل ما أدري يقول فقال لي أخاف تضربني قلت ها يا ولدي الأمر أعظم من ذلك إن كنت تعرف إيش معنى الزانية والزانية الأمر أعظم من مسألة ضرب يا ولد إيش معنى ها قال يعني يفعل كذا وأتى بالعبارة العامية في معنى الجماع العبارة العامية يعني يقول مسكت رأسي قلت ها يا ولدي إيش معنى كذا اشرح لي فقال يعني كذا وكذا وصف له وصفا تاما دقيقا لكل ما يقع بين الزوجين صاحبي هذا طبعا أعطى الولد نصيحه وقال يا ولدي كيف عرفت الأشياء ما كان أبوك امرأة سوئة وما كانت أموك بغي يا ولدي من وين عرفت الأشياء هذه يعني يقول صاحبي حتى البيت محافظ يعني ضابطين الوضع في ما يتعلق بالإنترنت الهواتف الجوالة التلفزيون البيت عليه يعني كنترول قوي يا ولدي كيف استطعت أن تعرف هذا الأمر بهذه الدقة فقال والله أنا مرة طلعت من المسجد أظن أن قال مصلي المغرب وأبن جيراننا فلان معه هاتفة المحمول معه وفيه مقاطع قصيرة هو أحد المقاطع يعني بين الرجل وامرأة وحقيقة أنا رأيت معهم وصحيح أني في الأخير يا أبي قلت لهم حرام وكذا وذهبت لكن بقيت الصورة في نفسي الآن يقول لي صاحبي الشيخ هذا يقول لي هل تصدق يا شيخ محمد أنني لم أعلم ما يقع بين الزوجين إلا وأنا في أولى ثانوي عمري ستة عشر عاما لا بعد ما بلغ يقول لم أعلم حقيقة ما يقع ليس ما يقع تماما لا حقيقة ما يقع بين الزوجين إلا بعدما تعديت الخمسطعش بدأت أفهم وأدرك وغير ذلك حقيقة نحن اليوم في زمان إلا لم يقم الإنسان بالطرق والأساليب التي يحفظ بها نفسه فعلا ويعني يعف نفسه عن المحرمات وإلا قد تزل به القدم نصر الله العافية مثل ما بين النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبع الذين وظلهم الله في ظله قال والشاب الذي نشأ في طاعة الله طبعا ليس المقصود الشاب فقط بل الشاب والفتاة أيضا يعني إذا كان هناك فتاة نشأت في طاعة الله أيضا يعمها مثل هذا الكلام ليس فقط خاصا بالشاب أو الفتاة هناك عدة طرق في زماننا يستطيع الإنسان بها بإذن الله أن يبتعد عن هذه الشهوات أو على الأقل يضبط أمر شهوته ما رأيكم تشاركونني في ذكر شيء منها ها نبدأ بك سلطان الأشياء اللي ممكن الإنسان إذا فعلها يستطيع أن يحفظ نفسه من مثل هذه الشهوات يبتعد عن المثيرات أحسنت يبتعد عن المثيرات طبعا المثيرات كثيرة اليوم في كل مكان الله نستعن طبعا من أهمها هالفضائيات الآن التي أصبحت يعني هم من يعرضون فيها أن يكسبوا جمهورا لهم لأجل الدعايات و لأجل اس ام اس لم يعد يهمهم مسألة هل يرضى الله تعالى أو لا يرضى عن هذا هذا أمر ربما لا يفكرون به إلا آخر شيء لا ينبغي لنا نحن أن نشجعهم يعني أنا دائما أقول حقيقة للناس من خلال الفضائيات و غيرها أقول أنا وأنت نستطيع أن نقضي على هذه الفضائيات السيئة بمقاطعتها فكان بعض الناس يقول لي يا شيخ كيف طيب و إذا قاطعتها أنا و فلان هل هي ستوقف نعم هي تقف الآن يا جماعة تقنيا و أنا على معرفة دقيقة بهذا لعلاقتي ببعض القائمين يعني على بعض الأمور التقنية الخاصة بالبث في الفضائيات في بعض الأقمار يعني الصناعية ليس قنوات بل في عرب سات و بدر و غيره و النايل سات إلى آخر هناك أجهزة دقيقة تقييس عدد من يستقبلون البث للقناة يعني مثلا برنامجنا هذا ممكن القناة يتفقون مع شركة معينة متخصصة في الدعاية و الإعلان مثلا هذه القناة هذه الشركة تستطيع أن تقول لهم شاهد برنامج القوارير الساعة الفلانية في اليوم الفلاني استقبله مليونين أو ثلاثة ملايين أو أربعة ملايين ريسيفر جهاز استقبال و اليوم الفلاني استقبله ثلاثة ملايين و سبعمية سبعمية ألف و ثلاثة وتسعين ريسيفر بهذا